اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مهاجم نادي اتلشيكو ماضي الاسباني يقرر مغادرة المنتخب الوطني المغربي ويكشف عن السباب قررت اللجنة الاخلاقية التابعة لجميع الملكي المغربي كرة القدمة توقيف عبدالإله الإبراهيمي الناطق الرسمي والمسؤول عن تفاصيل بفارق الرجاء الريادي عم ممارسته من أي نشاط كروين مدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ مئة ألف درهم وذلك لخساب والشتم والسب والقصف واختحام أرضية الملحب كما قررت لجنداتها توقيف زكريا الهبطي لاعب نادي جيش الملكي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ مئة ألف درهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء وتأتي هذه الأحكام لتشجيع الروح الرياضية بالملاعب حتى لا تتكرر أحدث المباراة كان الراجع الريادي قد استنكر قبل أيام تصرفت الإبراهيمي والهبطي مقدما اعتداره لجمهور المغربي وشملت العقوبات الشخصية الرياضية أخرى معروفة لعل من أبريسها جمال سنسوسي رئيس فارق الصاد المغربي الذي أوقف عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين موتوله أمام اللجنة الأخلاقية وذلك بناء على الشكاير مقدمة ضده من طرف كل من السيد عبد الإله الزاكي حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الريباط سلقونيترا لشبهه وشتمه لعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي واختحامه أرضية الملعب وكذلك شكاير التي رفع ضده السيد مراد فلاح مدر فريق جمعية سلع إضافة إلى فريق جمعية سلع أكد الطبيب نالي غرض صاريه الثركي ينري إينيس أن اللاعب الدولي المغربي حاكم زياش أصبح قريبا من العودة إلى التدريب الجماعي لفريقه واستعادة جهيزيته لخوض مباريات وقال الطبيب الفريق التركي في تصريحة صحفية نأمل أن يتدرب حاكم زياش مع المجموعة بعد أسبوع من الآن حيث تابع في تصريحه موضحان حاكم زياش ليس بهذا الضعف إنه في نفس الحالة التي كان عليها مع نادي آياكس والتيسي حيث يشار إلى أن المدرب نادي غرض صاريه أوكامبروك سجل اسم الدولي المغربي حاكم زياش في قائمة الفريق المشاركة بدور أبطال أوروبا بعد أن تعاقد معه النادي الثركي على سبيل إعراء مع حقية الشراء المجانية يستمر مدرب المنتخب المغربي في استعداداته لمواجهة ليبيريا في إطار تصفية الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في الساحل العنج وهي المواجهة التي ستقام مباريات يمستبتع على أرضية الملعب الكدير وبهذه سيواجه أسود أطلس منتخب بوركينفاصو في فرنسا يوم الثاني عشر من شهر الحالي ويعقد الدولي الرجالي المدير الفني للفريق مؤتمرا صحفيا الجمعة لتقديم تقرير حول الجهاز اللاعبين المباراتين ويستبع ذلك لقاء مفتوح من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ويفق للمصادر داخل الجهاز التدريبي بلا ممكن أن يتم الاعتماد على لاعبين غابوا على المباريات السابقة لتقديم أداء إضافي قبل اتخاذ القرار النهائي بشيء تشكيل النهائي منتخب في المباراة القادمة أفاد المصدر الجامعي بأن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكرة القدم قد حدد موعد اختيار البلدين منظمين لبطولة كأس أمم أفريقيا لنسختي 2025-2027 وبحسب المصادر ذاتها فخلال 27 من الشهر الجري سيتم الإعلان عن البلد الفائز بتنظيم نهائية كأس أمم أفريقيا 2025 كما سيعلن في الموعد نفسه عن البلد الذي سيستضيف كان لسنة 2027 هذا وسيتم اتخاذ قرار بالتصويت من قبل مكتب التنفيذي وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة وتعتبر المملكة المغربية من بين المرشحين الأقوية لاستضافة نسخة 2025 في البطولة في مقابل تنافس كل من الجزائر وزنبيا بالإضافة إلى ملف ثنائي مقدم من نيجيريا والبنين أما بالنسبة لكأس أمم أفريقيا 2027 فإن المنافسة تشمع الجزائر والسنيغال ومصر وبوتسانا إلى جانب ملف ثلاثي المكون من كينيا وأغندا وتنزانيا لتنظيم هذه البطولة يشار إلى أن نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة ستقام في الكوديفور في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير وال11 فبراير من عام 2004 قرر مهاجم نادي أتليتيكو مدير الإسباني لكورة القدم عبد الإله الريحاني مغادرة معسكة التدريب الخاص بمنطع منتخب الوطني المغربي الأونبي يوم الخميس السابع ستتمبر 2023 بسبب إصابته الحالية وعرض الريحاني إصابته على التقام التقني للمنتخب الأونبي لكورة القدم وإكتفى بإجراء جلسة تدريبية خفيفة مساء السابع الماضي 6 سبتمبر 2023 بعد التقديم تم تحديد عدم مشاركته في المباراة الوديتين ضد برازيل ويستعد المنتخب وطي الأونبي لكورة القدم حاليا للمشاركة في دور ألعاب الأونبي المقبلة التي ستقام في العناصمة الفرنسية باريس في الصيف المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر